اخبار اليوم مساحات انتشار اكبر في مجال التواصل مع المستهلكين مش عايزين ان احنا نقول ان احنا مستنين المستهلك لما يجينا لا احنا كمان اللي عايزين نروح للمستهلك احنا راحين المستهلك في شهر رمضان كل سنة ومصر بخير وربنا يعيد الايام كلها بخير علينا كده وعلى مصرينا العزيز وعلى الامة العربية والامة الاسلامية ان احنا هنعمل اه عبارة عن تلاتين رسالة خلال تلاتين يوم ايام رمضان المبارك الرسالة عبارة عن ان احنا هندي في صورة مسابقة المسابقة عبارة عن قصة كل قصة فيها تنتهي بسؤال القصة بتتضمن محتوى حق من حقوق المستهلك او ازاي ان هو يتجنب الوقوع في سلوك ممكن ان هو يعرض حقوق كمستهلك الحقوق اللي هي كفي الهالة والقانون الى حد يعني اه يفتقد عليه يعني مثلا بنتكلم على الفاتورة بنتكلم على مراكز الخدمة بنتكلم على ازاي الواحد يشتري ازاي الواحد ان هما اه اما يكون فيه عنده شكوى يقدمها ازاي كل الاشياء اللي هي خاصة بحمية المستهلك حطينا من خلال اه برنامج بيبقى هيبقى خمس دقايق اه في ازاعة صوت العرب بنحالين حضرتك بان احنا بندور على ان احنا الفترة الزمنية اللي هي اللي احنا هنزيع فيها لان احنا بندور على فترة تكون مسموعة اتنين بعد كده هتنتهي بمسابقة لها جايزة مالية طبعا الجايزة من احنا انا تمنى ان احنا جوازنا تبقى اكثر من يعني كبيرة بس ده هي حاجة عبارة عن رمزية لمجرد ان وفي نفس الوقت هنحط الاتصال على الخط الساخن اللي هو 19.588 عشان يتردد في التلاتين يوم 19.588 الخط الساخن من خط ارضي عشان الناس تبقى عارفة ان ده الملجأ لو حد اه افتقد على حقه كمستهلك الجهاز موجود والجهاز هيتلقى الاتصال والجهاز هيحلل مشكلته طيب بالنسبة للجواز هل الجواز دي الجهاز هو اللي بيقدمه ولا فيه جهات معينة بتقوم بدعم الجهاز في هذي الجواز نحن المتولين من الف للياء الكل اللي هو حتى لعداد السيناريو حتى المادة اللي هي الدرامية اللي موجودة والاسئلة وهنخلي برضو تلقي عندنا وهنحط لها وسيلة بحيث ان احنا نضمن قاعد العدل حتى اذا كان هناك اكثر من مستهلك تم يعني ان هو ادى ادى يعني اتصل بالوقال على الحلول الصحيحة ازاي انه يبقى في الاخر ان احنا يبقى ناخذ منهم الفائز اليومي بشكل فيه نوع من العدالة وليس فيه نوع من اي نوع من مجاملة او المحباة فيه امكانية ان يكون المسابقة دي او البرنامج ده او الرتوكول التعاون بينكم وبين الازاعة يكون مستمر بعد شهر رمضان ولا انتو عاملينه بس خلال شهر رمضان فقط هو حاليا البرتوكول التعاون اساسا ان هو للتعاون خلال العام كله انما ده وكه من اوجه التعاون طبعا احنا يعني انا واحد من الناس هنا بقى من دور الازاعة وبقى من دور الازاعة اصيل جدا وما عمره ما التلفزيون ان هو هيقدر ان هو ياخذ مساحات من الازاعة ان احنا موجودين طوال اليوم في سوقف عربياتنا او في الطريق اوسط البيت المصرية ما زالت متعودة ان هي ساعات بتخش المطبخ وهي بتستمع الى الراديو فاحنا عايزين ان احنا نوصل من خلال وسيلة من الوسائل الجيدة جدا للتواصل مع كل المواطن المصرية تستطيع ان نتصل الى كل انحاء جمهورية مصر العربية الى كل مواطن في كل مكان ومن خلال ازاعة صوت العرب بنخترق ايضا الحدود وبنصل الى كل الدول العربية هدف مهم جدا من اهداف الازاعة المصرية انها توعي المواطن بحقوقه وبواجباته فجزء مهم من دورنا ان احنا نوعيه بحقه فيه ان هو يحصل على سلعة جيدة بسعر مناسب من غير محد يعني يتحايل عليه او يتلعب به من هنا كانت فكرتنا ان احنا نعمل او نقدم البرنامج ان شاء الله نحنقدنه في شهر رمضان الاستاذ عارف اللواء مش عارف حاجة خالص لكن احنا هنخليه يعرف احنا من خلال البرنامج هنقدم المعلومة اللي هتوعي الناس وتصل بالمعلومة الصحيحة زي ما ذكر ايضا سيادة اللواء ان سيادة رايس دايما الحقيقة بيأكد على الناس اللي هي مطحونة الناس اللي بتعاني من ارتفاع الاسعار وجشع بعض التجار وجشع بعض الناس اللي تجيبه عايزين يمصوا دم الغلابة وخلاص فده دور مهم جدا لجهاز حماية المستهلك انها تصل لكل مواطن مصري واحنا من خلال زعيتنا ان شاء الله حنصل بالهدف ده الى كل الناس وهنقدم ان شاء الله عمل جيد يعني من ناحية الفنية هيكون ان شاء الله يعني مشوق وجذاب جدا لناس ونقدم لهم المعلومة الصحيحة من خلال البرنامج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا